هو واحد من أهم المشروعات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ولايته الأولى إنه مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان الذي يبدأ الآن طرح مرحلته الثانية لما نعمل سكن ونعمل مدرسة ونعمل مستشفى ونعمل محط الطاقة الشمسية ونعمل رأي حديث في الأماكن دي دي استصمارات كبيرة قوي الهدف منها أنه هي توفر فرص عمل اللي بيقول طب أنا أنا فين عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرية مسؤولة عن إدارة أراضي مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان كان قد أعلن عن طرح كرسات شروط أراضي المرحلة الثانية من المشروع بواقع 43 ألف فدان بمنطقة غرب المينيا رؤية الشركة هي تنمية وليس فقط زراعة الزراعة أحد دعائم التنمية وهي الدعامة الأولى اللي حيجي وراها التصنيع الزراعي وحيجي وراها المجتمعات الجديدة وحيجي وراها اللوجستيات والنقل وما إلى ذلك وتتضمن كرسة شروط المرحلة الثانية خطوات تقديم طلب التخصيص وموعد القرع العلانية وخطوات التعاقد واستلام الأراضي بالإضافة إلى شروط إنشاء شركات الأفراد وشركات التصويق التي ينشئها الأفراد المتقدمين مشروع المليون ونصف مليون فدانة الذي قدرت تكلفته الأولية من 60 إلى 70 مليار جنيه يهدف إلى تكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب فضلا عن تحقيق حلم الريف المصري الجديد الذي يحقق تنمية مستدامة حقيقية إسراء عبدالتواب الحياة اليوم أهلا بحضراتكم وعودنا بعد الفاصل تقرير لتبعنا دلوقتي فتحنا باب الكلام حوالين شركة الريف المصري والمشروع العملاق المصري بيستصلاح مليون ونصف مليون فدان حتى رئيس في آخر حواراته أعتقد لما كان في مؤتمر حاجات وطن قال لنا نفسي نوصل لعشرة مليون فدان وحنوصل لهم بس واحدة واحدة والجزء من الحوار اللي انتوا تبعتوه في التقرير كان لضيفي العزيز سيد عطر حنورة رئيس شركة الريف المصري لما كان معايا هنا في البرنامج من حوالي سنة في الحياة اليوم وكان بيتكلم عن الشيء اللي أسعدني وقتها إن الكلام مش فكرة استصلاح أراضي زراعية الكلام عن إنشاء مكتبعات زراعية متكاملة ودي الحاجة الحقيقة اللي مخلياني متطمن على التوجه اللي رايح فيه الدولة بشكل كامل خلويني أقول أمسي وأرحب بضيفي وصديق العزيز أستاذ عطر حنورة مسائل خيرات زي حضرتك بشرف ومنور وبيتك دايما قبل ما نخش في التفاصيل هي دي الرؤية احنا بنتكلم عنها احنا مش بنتكلم عن تخدير أرض احنا بنتكلم عن مجتمع عمراني زراعي متكامل الرؤية دي أساسها فين وعايزين نروح بيها لحد فين هي حاجة زي ما ساتك تفضلت هي مجموعة خطوات فرا بعضها الركيزة الأساسية دي ما قلنا قبل كده هي الزراعة تمام الزراعة يعني بينتك منها مجموعة من الأنشطة المساعدة التصنيع الزراعي هام جدا لإضافة قيمة مضافة للزراعة صحيح والربحية الأكبر في التصنيع الزراعي اللوجستيات والنقل والتبريد وما إلى ذلك أولا بيحمي كثير جدا من الفاقد في المنتجات الزراعية وبيخلق فرص عمل كثيرة من الناس الملهمش في مجال الزراعة بس اللي هم مجال في مجالات أخرى مساعدة وده اللي نكونا بنتكلم فيه النهاردة في ملتقى الاستصمار إن فيه المليون ونصف فدان الاستصمار فيه مش زراعة فقط فيه مصانع فيه لوجستيات فيه تطوير مطورين صناعيين مطورين عقاريين فيه حرفيين كثيرين حاليك بتمني مجتمع صحيح يمكن عطر بيه الفهم ده وأنا كنت حريص إنه أنا أبدأ حواري مع حراك بيه لأنه من خلال طعف حاكي إحنا شغلتنا فيها في الإعلام فيها نوع من أنجلس النبض واستطلعات الرأي كده والدردشة مع الناس عشان القياسات الرأي العام الحقيقة حاسيت إن ده مش واصل قوي للناس يعني ساعة لما بنكلمهم وجيب نظرك إيه عن المليون ونصف مليون فدان أو فكرة استصلاح الأراضي وكذا قال لك والله كويس تزرع بقى عشان يبتري جلنا قدار وفكها وكذا وكذا فقلت له هو ده فهمك للقصة قال لي آه ومال إيه فلما بتقوله بعض المعلمات الأخرى يقول لك لأ أنا بكتش عرف كده فمتهيأ لي إنه واحد من الحوارات دي أهميتها في إنها توضح الرؤية المتكملة للناس تمام هو حقيقة فيه نقطة مهمة إن هو الجزء الأول من تنفيذ المشروع هو تجهيز الأرض صحيح وتجهيز الطرق المؤدية للأرض والطرق الداخلية والمناطق الخدمية الأولى اللي هي حتكبر وتبقى مناطق مجتمعية وبعدين تبقى مناطق صناعية متخمة لها وما هكذا لكن أول خطوة هي ديني الناس يفعلها باللوقتي وبدأ أحس بيها اللي هي الزراع والطرح وتوزيع الأراضي وتسليم الأراضي فدي جزء اللي مسيطر على الناس حاليا صحيح وإن كان حقيقة وقلمة الرئيس دالة بشكل مهم على التجارة اللي احنا متكلم فيه ساعة لما قال لهم على فكرة أنا مش بعمل أرض عشان نتحاول في النهاية إلى قرى زي القرى اللي موجودة دلقت في المحافظات تمام احنا عايزين شكل زراعة وشكل ده يمكن عشان كده تسمت الشركة باسم الريف المصر صح ده تسميت سيد رئيس والله واختار الريف المصر مش كده يعني أنا لو بعمل مشروع زراعي كنت أسميها شركة مش عارف ايه ايه لاستصلاح الزراعي لكن شركة الريف المصر ده معناها ان انا بعمل ريف متكامل مجتمع ريفي قائم على الزراع تمام القريبا جدا خلال اسبوع القادم ان شاء الله ان شاء الله حنبدأ طرح حاجة ما لهاش دعوة بالزراعة خالص ولا الاراضي احنا بصدد انشاء اول مجتمع منطقة خدمية ونواة منطقة مجتمعية في منطقة المغرى يليها على طول في منطقة المغرى في المغرى المغرى هي جنوب العالمية حوالي 80-90 كيلو من جنوب العالمية هي هي هيبقى اول منطقة خدمية بحيث ان هو المنطقة دي هيبقى فيها وحدة صحية هيبقى فيها قسم شرطة هيبقى فيها مقر للشركة الريف المصري هيبقى فيها دي جزء من مدينة العالمين الجديدة لا 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 احنا جنوب العالمين حوالي 90 كيلو تمام او 80 كيلو تمام بس منطقة استراتيجية مهمة طبعا النهاردة احنا حنستفيد الاستفادة شديدة من هيحاك المشروع المليون مصف الدان ما هواش مشروع مستقل بذاته هو مشروع بنتكامل فيه مع باقي خطط الدولة وتطوير ممتاز الطرق اللي تم عملها بتؤدي الى مناطق الريف المصري المجتمعات الامرانية زي اللي حصل في توشكا والمينيا ومنطقة العالمية الجديدة دي بتكمل موضوع المليون مصف الدان هيحاك النهاردة المنطقة الصناعية او المناطق الصناعية اللي بتنشأ حاليا في المدينة العالمين الجديدة دي هتبعد قرابة سبعين كيلو من منطقة المغرة اللي هي مية وسبعين الف الدان اللي هتزيد ان شاء الله بتلمشي الف الدان هيحاك فكل دي حاجة يعني المشروعات القومية بتتكامل مع بعضها بحيس ان هي مفيش مشروع بيشتغل ممتاز ممتاز فحتطرحوا اه هنطرح للناس المهتمين ايوه احنا هيبقى عندنا في المنطقة الاولى دي صيدلية فرن مطاعم واحدة صحية واحدة صحية مكان لفندق صغير عشان الناس الراحة في الاول ممم لسه مجهيس ارضه لسه محتاج مكان يسكن فيه صحيح فحيبقى فيه فندق او يعني مكان للإقامة للإقامة اه بشكل استراحة استراحة يعني كبيرة شوية تمام هيبقى فيه محطة تحليط مية عشيقدر وسع للناس اي ف وبعدين ه فيها اه مناطق هنبني فيها اول مجموعتين ومخطط بنائل اكتر من كده مجموعات من الورش الحرفية الناس اللي بتيت تشتغل الناس اللي بدأت تستلم اراضيها وبالكامل تسلمها محتاج الخدمات المساعدة دي حفل ما هيحتاج نجار وحيحتاج كهربائي وحيحتاج ميكانيكي للترومبات ومحتاج ميكانيكي صحيح للمؤلد وهكذا فيه منطقة اخرى اه للشركات اه الشركات اللي عايزة تقدم خدمات للزراع اه اللي هقدم شتلات او كيماوي او حيقدم خدمات اه اه زراعية او حيبيعز يبيع الخرطيم والمنقطات وحيس الكلام ده ما اضطرش ان الواحد عشان يجيب حاجة يسافر لها صحيح او يجيب حاجة عنده لازم مستلزمات العمل كلها تبقى متوفرة في النفس المنطقة ومن نسبة للشركات انا فتح لسوق حالك منطقة المغرة ودي احد مناطق الريف المصري دي الواحدة مئة وسبعين الف فدان حتزيد قريبا ان شاء الله الى ميتين وعشر الف فدان بسم الله ان شاء الله ف ميتين و يعني ميتين الف فدان دي دي دولة يعني في دول صغيرة اه بجيبش الرقم ده صحيح فحالك ده مجال كبير جدا اللي عايزت يقدمه طاقة شمسية يجي ياخد مقر واستراحة طبعا انتو عملتوا عملتوا التخطيط الاستثماري للمنطقة كلها بكل استعمالاتها تعمل التخطيط وتعمل يعني قلاص بندلوقتي معروف هنا المنطقة دي مخصصة لإيه فالناس تيجي تطرح او تطلب هنا النشاط الفلاني وهنا النشاط الفلاني احنا المؤولين عشان ينفزوا الكلام ده بتجري حاليا وعلشان ساعة لما حاجة دي تبني في خلال الشهور القليلة القادمة الناس اللي عايزة تستغلها هذه الأماكن ايه فبنترحها من دلوقتي هتطرحها الاسبوع القادم ان شاء الله حيبقى فيه مكان لصيدلية ومكان لفرن ومكان لمطاعي ومكان لصطراح ومكان لكافيتارية الخدمات موجودة كل العمالة المطلوبة لخدمة العمل موجودة اماكن بيع المستلزمات موجودة ثم مناطة الاستثمارية موجودة هتنشأ وتتوسع ودي يعني احنا في المخطط للمغرى هيبقى فيه مبدئيا منطقتين خدميتين فبنعمل واحدة الاولى وباين هنروح نعمل التانية تبقى لخطة وقراصة الشهور جاهزة وكله تماما هذا خلاص دي جاهزة ان شاء الله الاسبوع الجاي ناس ان شاء الله هنطلع الاسبوع الجاي ممتد ده اول حاجة هتطلع الاسبوع هتلاقي في خلال الشهرين القادمين تقريبا في اعلان كل اسبوع او كل عشر ايام بسم الله من ريف المصري عن طرح اراضي او طرح اراضي بشكل الناس الجدين او للمناطق المجتمعية وهكذا هاي هلاك قبل منطلع على الهوى قلتلي ابشرك بان احنا قطعنا شرط كبير في مسألة الاراضي الوضع اليد وضع اليد كان ودي كانت بالمناسبة ملف شائق كبير كنت متقش فيه مع الاستاذ عاطر السنة اللي فاتت وقلت له هتعمل في ايه قال لي سيبني بس وربنا يقدرني احنا بدأنا في موضوع وضع اليد ان ده كان موضوع قائم ولا يجوز ان احنا نعمل تخطيط واحنا متجاهلين صحيح هذا وضع لازم نحصره ونشوف ازاي نحد منه وازاي ندخله داخل منظومة التخطيط العام للمشروع كان لازم للأسف ما لقناش في اي جهة من الجهات حصر لعملية وضع اليد في الاراضي المليون نصف الدين او في الاراضي في الدولة بشكل عام ودي ما قدر شلون فيها اي جهة من الجهات لان عملية وضع اليد عاملة زي الهدف المتحرك لو حصرتها النهاردة دون عملية تقنين او حد منها هتحصرها النهاردة بكرة الصبح هتلاقي اللي كان عنده متين فدان وقد عدوا عليهم بقى تلتمين اللي عنده حتة شغال فيها جال واحد جار ونشتغل جنبك في عملية صعبة انك انت تحصرها ده ما اضف الى ذلك عطر بيل القصة القانونية كنتم نكلمها ان القانون يعني مش عايز اقول هو بيضع مركز قانوني اللي زارع اه انا بحب ادب وزوء حضرتك اوي 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 حق برضو الناس اللي متربية ومحترمة طول الوقت اختيار اللي لألفظها ببلاطين قالك بيضع او بيجعل مركز قانوني او بيقنن وضع اللي زارع هو مش عايز يقول اللي ناصب اللي سارع اللي مغتصب الارض فقالك للي زارع بس هو اصلا زارع ارض مغتصبها وضع عليها ارض بالقوة لكن ده كلام بقى الناس الاعلامين الوحشين اللي زي لكن الناس المغذبة تقولك للزارع في مايو اللي فات تم عرض موضوع وضع اليد في مؤتمر المراجدة وكان بيحضر الرئيس وكننا عملنا مساحة معينة قلنا نحصر في المساحة دي بحسنا نعمل تجربة نشوف وضع اليد بشكل عامل ازاي واستقبال الناس لتقنين وضع الدوب ازاي وما الى ذلك اي وخدنا مساحة اه حوالي مئة الف الدان في منطقة المغرة ومنطقة المينيا وقعدنا مع الناس وروحنا صفنا اول رفعنا المطور دل وقدموا طلباتكم كانت الطلبات اللي جات لنا وضع اليد قرابة ال تسعين الف الدان تمانية وتمانية الف الدان ناس وضعين يدهم وبعطت لنا المساحات وما الى ذلك وطبقا لطلباتهم هم بيقولوا ان احنا زارعين قرابة الاربعين الف الدان او خمسة وربعين الف الدان ومستصلحين حوالي عشرين الف الدان والباقي ده لسه لم يستصل حل فقلنا نعم كويس قوي نزلنا باللجنة بين وزارة الزراعة وزارة الراي وشركة الريف المصري والمساحة العسكرية عشان نرفع المساحات اللي هم قالوا لنا عليها تمام فكانت النتيجة ان وجدنا القادي تمانية وتمية الف الدان اللي هو مجموعة طلبات دي وده مكلمش طلبات كتير دي كان اربعة وطلائتين طلب فقط المزروع منها تسعة تلاف ف الدان والمستصلح اربعة تلاف ف الدان والباقي نساحات فاضية اه في شركات كثيرة جدا او يعني كينات كثيرة جدا ايه كينات كثيرة جدا ما زرعتش شجر زرعت يفط يفط حط يفطة شركة كذا كذا لا انا بقول حاجة زرعت اليفط بتمقى مسمرة وابتلي ويبيعوا للناس للأسف ويقسم ويبيع فاما تم عرض هذا ده ده اللي ده اللي ما عندوش دم خالص يعني فيه ناس اللي هي شوية لسه عندها شوية حية وفي شوية خشة يعمل صور اللي هو التشجيل الوهمي يقول لك من بعيد كده يباني انها مخدرة لانه عمل صور عمل بيت كده طوب صغير مش عارف ايه عشانه خدمات الزراعة ومش عارف ايه لكن ده بقى مفيش دم خالص له ولا صور ولا تشجيل وهمي ولا بيته بتاعه صور وبيبيع فاما تم عرض الكلام ده على في المؤتمر ده بسيد الرئيس سيد الرئيس خد موقف حاسم وحاد في امر وضع اليد وده من شأنه انه هو خلى الناس اللي ناوية تمتد في وضع اليد تحد طبعا وقصة وقفت وكان فيه اجراءات شديدة لانه هو طلب منه نحن نديله تمام في فترة معينة كانت تلت أسابيع تمام تلت أسابيع اه على مستوى مصر كله وقصة لم تمتد فقط الى وضع اليد على الادة الزراعية لكان فيه تعديات على حرم النهر وكان فيه تعديات صحيح بالبناء على أراضي الزراعية انا عايز اقول لك يا عضو ربيع والله يا بس ده مش موضوع بس يعني فيه ناس عملت مليارات مليارات من نهضة أراضي الدولة بالشكل ده وللأسف كانوا محمين بالقانون للأسف فالقرار كانت عزيز الرئيس حاسم وواضح جدا أولا قال دي حيتدخل فيها مدير الأمن والمحافظين والقوات المسلحة فهو ادانا اه قوة تنفيذية صحيح الحاجة الثانية انه قال اللي زارع بجدية فقط يقنن والباقي ينزع من الأرض يضطرد من الأرض واللي مش عاجبه يتخذ على المحكمة الكلام كان واضح وكرروا في مؤتمرين وده كلام الحقيقة مهوش قمعي ولا ده كلام في منتهى العدل لأن اللي زارع فعلا حدخله داخل المنظومة مع أننا الحمد لله أنا مش مسؤول في البلد دي والله الحمد لله رب لله أنا مش مسؤول في البلد دي أنا أستنع عندي نزعات دي تياتورية كده لديها علاقة بقى باللي زارع على مش زارع أرض مين دي أرض البلد تبقى بتاعة البلد لا ما هو لازم الفن بيدفع تمانها ودي كانت الكلمة الأساسية ماشي اللي هيدفع تمان الأرض بسعر النهاردة مم يدفع تمانها بتقنن له بس بسعر النهاردة طبعا بسعر النهاردة عطر بيه طبعا تمام آآ بتقنن بس يجب أن يقنن وضعه فنيا قبل أن أقنن وضعه قانونية تمام فالنهار بمعنى إيه أولا فيما يخص الري ودي مطموعة دي كلها مياه جوفية صحيح وبالتالي فيها أبار العشوائية في وضع اليد نتج عنه العشوائية في استغلال المياه حفر الأبار ممكن واحد يحط يده على خمسين فداني ويحفر لونبير عشرين فداني صحيح صح وبالتالي وده بيهدد المخزون الجوفي وبيهدد جاره صحيح وبيهدد نفسه يعني القصة فيها عشوائية ماينفعش فيه وأنا بخطط أن أشتغل بقى عالمية 200 ألف فداني وبيع سمعينة فداني فلازم يقنن وضعه فنيا عشان عملنا حصر مازلنا الإعلام بقى راسبي والطلبات تجلنا بشكل رسمي والناس تدفع رسوم المعينة ونزلنا نعمل المعينة جلنا في الأول حوالي 180 طلب في منطقة دي كمان مثال منطقة المغر حلو فانزلنا لمطقة المغر طبعا كان فيه نقطة مهمة جدا احنا حطينا رسوم للمعينة انت عندك 100 ألف فدان عشرة ألف فدان فيه راس مع الفدان صحيح ودي كان من شأنها حاجتين مهمين جدا أول حاجة إن الناس تبقى جدة ويجي من الملف بنفسه الحاجة التانية اللي جاي وضع يده على عشرة ألف فدان وهو يعلم جيدا إن هو لن يقنن له إلا ما هو مزروع بجدية أو مستصلح بجدية مستصلح يعني ممكن يزرعه في خلال شهر أو شهرية تمام فالعشرة ألف فدان بتوعه دول هو زرع ألفين ومستصلح خمسومية تمام عايز تدفع رسم المعينة على العشرة ألف تفضل تفضل لهذا المشكل جدا تبتدع من الشرك ولكن مش معنى إنك دفعت الرسوم إنه هيقنن غير المزروع جدا طبعا دي خلت الطلبات يعني فيه ناس قديم الطلبات طبعا دي كان الأول من التكلم على تمانين وتسعين ألف فدان انحصرت إلى حوالي أربعين ألف فدان برضو مش مهم بقى طبعا دي كان من شأنها إن هي بتقلل علينا مجهود إن أنا أرفع مساحة ضخمة جدا وفي الآخر خلاص حققنا تلاتين ألف فدان انتهينا من المجرة ومن الحصر طبعا من ضمن الحاجات اللي كانت مشاكل إن خدنا طبعا قابلتوا ناس بقى غلسوا أهلا طبعا ومشوية وبتعف هخدوا فيها دماغ الناس اللي تقدمت بطلبات رسمية ودفعت الرسوم في الأول كان حوالي 188 أو 189 طلب كويس وإحنا لما نزلت اللجنة وبدأت تفحص لقيت إن فيه ناس موجودة وضع يداء وزرعة ولم يتقدموا بطلبات مش مصدقين إن الدولة حتقنن أو حتزيل مم مش يعني كانوا فهنا بكش برضو يعني تصريحات كده زي ما حنا بقالنا صح عشرين تلاتين سالة بقول نفس القصة مظبوط لما لقوا إن فيه عمليات إزالة بالإتفاق مع السادة المحافظة ومدير الأمن ونزلنا عملنا بعض الإزالات الناس بتاريت تشعر بجدية تشعر بجدية لما شافوا إن اللجنة اللجنة عادت هناك قرابة الـ 8-9 أسابيع عشان يحصل المنطقة دي كلها بدأت يجلنا طلبات طب إحنا عايزين نلحق طب افتحونا الباب مرة تانية فتحنا الباب مرة تانية انتقفزت الطلبات من 280 إلى قرابة أو بين 280 إلى قرابة 270 طلب تانية يا تقريباً يعني أقرب يا تقريباً انتهينا منها وبدأنا الحصر وعملنا لجنة تقنين من أعضاء مختارين المجلس إدارة وبعض الجهات أخرى وكان من ضمن الناس الموجودة معنا وزارة الرأي لأن هنا عندي مشكلة عشوائية الأبار الأبار هنا فيها فطورة وبدأ يعني قطاع المياه الجوفية واجب لنا حلول كثيرة في عملية الوضع اليد وتقنين وبدأنا بعتناله كل الملفات الخاصة بالتقنين تباعاً وبدأ بعتلنا الدفعة الأولى من الردود الفنية اللي هي حتبقى جزء من التعاقد معاه وجزء وشرط فاسخ في عدم الاتزام بيها في مدة زمنية ثلاث شهور هيتم فسخ العقد وترضى ممتاز ممتاز وإن شاء الله أول عقود لتقنين وضع اليد الجدين إن شاء الله هيتم يوم الأربع والخميس القادمين إن شاء الله طب ده أنت جايلي بقى أخبار حلوة كلها الحمد لله دي ودايما ده عهدي بيه أنا عايز بس قبل ما وقتنا يخلص تقول للناس الخبر الحلو اللي برضو قلتوا لي وإحنا داخلين في الفاصل قبل ما نطلع الهواء المتعلق بمصنع السكر العملاق والأراضي الزراعية اللي حتقام في المينيا وده اللي كان مضمون تليفوني مع خاند بدأ بوزير قطاع العمال العام لما قال إن أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم وسيقام في محافظة المينيا وخلال 3 سنوات إلى 5 سنوات يعني هي أكبر مساحة لإنتاج صوت 1 2 8000 حاجة رقب ضخم وهي دي متاخمة لأراضي الريف المصري في المينيا وغرب غرب المينيا طيب إيه علاقتك بالموضوع علاقتنا بموضوعك الآتي إحنا أهم وعلى فاكرة هو ما كانت شيره علاقة بالموضوع بس هو حط نفسه بالموضوع إحنا شوف حالدك قبل منطقة الريف المصري في الغرب المينيا قرابة 250 ألف فدان حلو وهم عندهم 100 ألف فدان ملاصقة فينا التنمية هي تنمية إلما يكون عندي 100 ألف فدان أو 100 ألف فدان بيتزرعوا وبهذا الحجم بالمستثمر ضخم وحيتصرف عليها مليار دولار على مدى السنوات القليلة القادمة ده لذي ما معكس على ده طبيعي بالطبيعي إن انت كل المناطق المتاخمة دي يعني جات عليها موجة التطوير أو موجة التنمية إحنا طرحنا المرحلة التانية في غرب غرب المينيا مصبور دي بداية المرحلة التانية مش المرحلة التانية المرحلة التانية أكبر وكذا بكتير بداية المرحلة التانية كانت 45 ألف فدان مجهزة بيابار في غرب غرب المينيا وفي جنبين 20 ألف فدان في نفس المنطقة 20 ألف فدان مجهزة بيابار وزارة الزراع مع اتحاد الجمعيات الزراعية بيعملوا فيها مزرعة نموذجية وحيزرع فيها قطن إن شاء الله قطن آه وده يعني هيبدأ هيبدأوا الزراع فيه في مارس القاتل وده تحت إشراف كافة هيئات وزارة الزراع آه وده باهتمام طبعا بتوجيه مساعد الرئيس وده اهتمام مباشر من الدكتور البنة والدكتور نائب نائب الوزير الدكتور حمي عبد تواب بيتابعوها بشكل مباشر عملية إن أنا أبقى عندي 20 ألف فدان مزارعين هناك وأنا مطمئن إن في 20 ألف فدان بدأت تنمو طبعا وبالتالي وزارة الزراعة وجودة هناك أو مستثمر كبير وجود هناك حيفيد صغار المزارعين بالخبرات والتواجد صحيح صحيح فكرة حلوة نرجع بقى الموضوع آه شركة القناة للسكر أو الغرير آه إحنا تم التواصل مع آه أساس آه إسلام سالم من شركة الغرير بعد قبيل توقيع العقل بفترة وبعدين بعد توقيع العقل تجددنا هذا التواصل مرة أخرى وقلنا له بالبقاتي أنت حجم المصنع بتاعك حجم المصنع بتاعك على قد الكمية بتاعتك ولا يفوق حجم طبعا حجم يفوق حجم الانتاج بشوية وقلت له في الحالة دي إحنا عايزين نعمل معاك بروتوكول إن أن أنت صغار المزارعين اللي يمتلك 230 أو 230 35 فدان في منطقة غرب غرب المينيا اللي هي ملسقة أو متخمة لأرض قنال السكر إن هو يعمل معاهم ما يطلق عليه الزراعة التعقدية يزرعون البنجر السكر اللي هو محتاجه المصنعه وهو شاري إنتاجه بالكامل شاري إنتاجه بالكامل دي فيها لقطة مهمة جدا تفصيل صغير فضل أنا عشان أشتري الإنتاج للتعسياتك عشان أصنعه يبقى أنا عايز الإنتاج ده يتوافق مع متطلبات طبعا وفي الحالة دي عشان أضمن إن أنا حاخد شغلك إلا أنا دفع لك دفعة مؤدمة يبقى لازم حشرف على شغلك زراعة أنا كده بستغل إمكانيات هذا الكامل الضخم في إن هو بيشرف على الزراعة وشاري إنتاجه لأن الفلاحة المصري أو الشركات أو الكاملات الصغيرة مشكلتها الأساسية تسويق منتاجه ضربة معلم ولا أفكرة دي كمان لا لا أنا بقول لك بلا أنا ضربة معلم في بعض الشركات الأخرى الجدد كمستثمرين إنت عملت المشروع كله الضخم العملاق ده يعني مش عاول إنه يعني بقى تبع الريف الأوروبي هو تكامل يا فاند هو تكامل أه مش هيها تكامل مش هيها تكامل بس هي ضربة معلم في الاستفادة من هذا المشروع الضخم في إنه يفيد كمان مشروعنا الكبير ونفس الموضوع عملنا مع شركات جاية تاخد حوالي 10.000 فدان ممتاز و 15.000 فدان لزراعة الزتون وهيعمل له مصنع لعصر الزتون فقال لك كل الحوالية هكبرت أعرف معهم فبنعمل بروتوكولات مع الناس دي علشان نقدر تسويقهم والإشراف عليهم ورفع مستوهم الزراعي هو دي ما يبدو مصنع عنوان هذا الحوار المكانة هتطلع وماشي إن شاء الله دايماً بسعد بحوارتي مع حضرتك ودايماً بتديني أمل ودايماً بتقولينا إن شاء الله هتبقى أفضل بكرة بإذن الله شرفتني ونورتني يا سيد عاطر ودايماً بسعد بحواري مع حضرتك شرفت ونورت بشكر حضراتكم على المتابعة بكرة حلقة جديدة من الرحيل اليوم شوفكوا على ألف خير في أمان